حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أيها الأحبات في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو اللقاء الحادي عشر في هذه السلسلة المباشرة نتمنى أن نوصل لكم أكبر كمية من المعلومات والاكتشافات الحديثة الحقيقة أنا منهج أيها الأحبة أنني أحب أن نتعرف على ما يكتشفه العلماء اليوم وننظر إليه من خلال القرآن لأن أي علم بمعزل عن الله عز وجل علم فاشل العلم لن ينفعك أمام الله يوم القيامة فرحوا بما عندهم من العلم هؤلاء الناس الذين يفرحون بعلومهم ويعتقدون أنهم وصلوا لشيء عظيم جدا وهم طبعا لا يعتبرون شيئا أمام علم الله سبحانه وتعالى هؤلاء سيكون مصيرهم الخسران يوم القيامة قارون أيها الأحبة كان ذكيا جدا وجمع الكثير من المال ولكنه فرح بعلمه هو نسب العلم لنفسه لم يقل هذا بفضل الله لم يقل هذا من فضل ربي كما قال سيدنا سليمان عليه السلام عندما رأى عرش ملكة سبأ مستقرا أمامه بلمح البصر فلما رأاه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي لم يقل هذا بعلمي لم يقل هذا بقدرتي وقوتي هذا من فضل ربي ليبلوني اعتبر هذه النعمة بلاء اعتبر هذا العلم الذي امتلكه سيدنا سليمان عليه السلام اعتبره ابتلاء اختبار البلاء أو الابتلاء هو الاختبار أيها الأحبة ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم الله عز وجل غني عن العباد فلذلك أحبة في الله ينبغي أن نرد العلم لله عز وجل أي معلومة نطلع عليها ينبغي أن نقرأها على ضوء القرآن الكريم نسبة الفقر والبطالة والحروب والانتحار سبعمائة ألف شخص ينتحرون كل سنة سنويا لماذا هذا الأمر يحدث البعد عن الله ويبدأ البعد عن الله من المعلومات التي تأتينا ينبغي أي معلومة ندخلها في دماغنا أن نستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى لذلك في القرآن العظيم عندما نقرأ أي آية نجد أن القرآن يربطها بالله سبحانه وتعالى وبالتالي أكثر كلمة تكررت ما هي أيها الأحبة أكثر كلمة تكررت في القرآن هي اسم الله عز وجل أكثر كلمة على الإطلاق هذه إشارة أن الله يريد لك أن تربط دماغك وحياتك ومعلوماتك ومعتقداتك وأهدافك وطموحاتك كل شيء تربطه بالله عز وجل لماذا؟ لسبب بسيط أن مصيرك سيكون إلى الله في النتجة في النهاية مصيرنا كلنا إلى الله كلنا سنرجع إلى الله أيها الأحبة لا تغرنكم الحياة الدنيا هذه الدنيا فترة سنعيش فيها وتمضي الذين حصلوا على جائزة نوبل أين هم اليوم؟ أين هم؟ نال الشهرة ومجد ومال وكذا وكذا ومتعة وأخيرا هو بين يدي الله الملحد ذلك الملحد الذي نال العديد من الجوائز وكان معاق الذي ألف كتاب عن تاريخ الكون وكذا ستيفن هاوكينغ هذا الرجل أكرمه الله باكتشافات أكرمه الله لرغم من أنه ابتلاه بأنه كان معاق هيا له وسائل الاكتشاف والبحث ونشر هذه المعلومات نال جوائز عديدة رؤساء قابلوه وكان لديه منبر واسع قناة كبرى ولكن للأسف هل تعلمون كيف ختم حياته هذا الرجل؟ ختم حياته بتأليف كتاب مضمون هذا الكتاب يريد أن يقنع الناس أن هذا الكون ليس له إله سبحان الله طيب بالله عليكم هذا الرجل ماذا سيستفيد عندما يلقى هذا الخالق العظيم؟ أكرمه بكل هذه النعم وأكرمه بهذه المعلومات هل سيقول لله عز وجل أنا كنت أقنع الناس أو أحاول أن أقنع الناس أنك غير موجود؟ إذن كل هذا العلم لم ينتفى به قارون كان لديه معلومات كثيرة جدا أيها الأحبة قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم نتيجة المال المال يطغي ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض لبغوا يعني المال نتيجته البغي إلا مرحم ربي ولكن ينزل بقدر ما يشاء فكل إنسان لديه احتياج مادة يجب أن يعلم أن هناك حكمة الأنبياء هل هل هناك نبي كان يشكو لله يقول يا رب أرزقني يا رب أعطيني يا رب كذا لا يوجد أيها الأحبة انظروا إلى دعاء الأنبياء جميعا دعاء الأنبياء أحبة في الله في قمة الأدب قمة الخشوة قمة الذل أمام الله كانوا يستحيون من الله سبحانه وتعالى لا يطلبون يعني مثال سيدنا زكريا عليه السلام كان يستحي أن يعني تصوروا بلغ من العمر عتيا ولم يطلب الولد من الله نحن الآن إذا تزوج إنسان من أول شهر يبدأ بالدعاء ويبدأ يبحث عن أدعية وعن علاج وكذا يريد أولاد ويسلك كل الطرق سيدنا زكريا عندما نادى ربه نداء خفية خفيا بينه وبين ربي قال ربي إني وهنا العظم مني طيب يا نبي الله زكريا تنتظر ثمانين سنة حتى يصبح عظمك رقيقا ورأسك يشتعل شيبا ثم تطلب من الله هذا الطلب انظروا أيها كم انتظر انتظر طويلا وهو يرجو رحمة الله لذلك دعاء الأنبياء كان يستجاب دعاؤنا الآن لا يستجاب لماذا لأننا ندعو بالشار ولا نعلم انت عجول تريد كل شيء والله ينزل عليك الأمور بقدر ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض يا رب ارزقني رزقا كثيرا جدا مالا كثيرا هذا المال سيطغيك إذن ينبغي عليك أن تنتظر الرزق من الله ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء هذا الإله لطيف بناء والأحبة ينزل علينا بهدوء ما يصلح حالنا وبالتالي سيدنا زكريا صبر طويلا ثم دعا الله باستحرنا رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالية من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا كان ينظر إلى رضا أن يكون هذا الطفل رضيا لا ينظر إلى لون عينيه أو إلى جنس المولود أو إلى أنه ذكر أو أنثى أو أنه مثلا طويل أو قصير كان يهمه أن يكون تقيا رضيا يرضي الله عز وجل سيدنا يونس وهو في بطن الحوت تدبروا أيها الأحبة تدبروا هذا كلام الله لم يقل يا رب أخرجني من بطن الحوت لاحظوا الذي يتعمق بدعاء الأنبياء يجد أنهم شيء غريب يعني وهو في بطن الحوت المفروض أنه يقول يا رب أخرجني يا رب كذا يا رب كذا لا 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 ماذا قال وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين وهو في يعني أصعب مراحل التي يمكن لإنسان أن يتخيلها في بطن الحوت في ظلمات البحر وفي ظلمات الليل وربما نزل في أعماق المحيط لا نعلم وبعد أن ابتلعه الحوت لا تستطيع قوة في الأرض أن تنقذهم ولو اجتمع الكون كله لا يستطيع أن ينقذهم إلا الله عز وجل لم يقل يا رب أخرجني أو أنقذني قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يعني يا رب أنا ظلمت نفسي وأنا بين يديك وأنت تفعل ما تشاء انظروا أدعية القرآن ليس فيها ليس فيها إلحاح ليس فيها قلة أذى أدب مع الله سبحانه وتعالى ليس فيها تجاوز هو يعلم أن الله تعالى كتب هذا الشيء سيدنا يعقوب سيدنا يعقوب بعد أن فقد ولده هل ضربهم وجاءوا أباهم عشاء يبقون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وهو يعلم أنهم كاذبون وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ماذا قال لهم انظروا أيها الأحبة كاملة الممكن أن يضربهم أن يشتمهم كما نفعل نحن اليوم يعني ماذا فعلت أين كذا أين كذا أين كذا ويبقى هكذا ربما سنوات قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون أنا سأستعين بالله على ما تصفونه ولن أتكلم كلمة واحدة سأقول فقط كلمتين مشكلة سيدنا يعقوب اليوم الإنسان إذا فقد متاع بسيط من متاع الدنيا يعني ماوس مثلا إذا فقدها يمكن أن يشتم ويسب وكذا ويفعل ويغضب ويصنع مشكلة مشاكل الطلاق اليوم ما سببها هذه الأمور التافية أيها الأحبة خلافات على أشياء تافية تتطور وتصل إلى الطلاق سبب مشاكل الطلاق عدم الثقة بالله 99% من مشاكل الطلاق لو أننا وثقنا بالله تنتهي حل كل هذه المشكلة الكبرى في حياتي أنك تفقد ولا تخيل ابنك تفقده أنا أريد فقط أن تتصور أخي الحبيب أنك فقدت ابنك أو ابن أخيك أو أخاك الطفل الصغير الذي تحبه المدلل عملوا خطة لوضعه في الجب وتخيل أنك فقد بلحظة فقدت هذا الطفل ماذا تفعل سيدنا يعقوب مشكلته حلها بكلمتين فقط فصبر جميل لماذا أيها الأحبة لأن هؤلاء الأنبياء العظام الكرام يعلمون قدرة الله يعلمون حكمة الله يا أخي كل شيء أنا جلوسي الآن هنا مقدر من الله أنت عندما ضغطت على الموبايل أو الكمبيوتر وتشاهدني الآن هذا مقدر عند الله ومكتوب قبل أن نخلق وقبل أن يخلق القيام أول ما خلق الله القلم فقال له أكتب قال ماذا أكتب يا رب قال أكتب كل شيء سيكون إلى يوم القيامة كل شيء مكتوب أيها الأحبة يجب أن نقتنع لنرتاح نفسيا فهؤلاء الأنبياء كانوا سعداء في الدنيا لم يكونوا تعساء لم يكن لديهم مشاكل نفسية لأنهم علموا أن قدر الله لا يرد وأن الله رحيم بهم يدخلك الجنة بسبب صبرك الصابرين على ما أصابهم ما معنى والصابرين على ما أصابهم وبشر المخبتين المخبتين صفة غريبة يعني تتضمن الخشوع والذل لله والوثقة بالله صفة موجودة في القرآن وبشر المخبتين ثم قال والصابرين على ما أصابهم أحد أهم صفات المؤمن وشرط من شروط دخول الجنة أن تصبر الصبر هو شرط أساسي لدخول الجنة والدليل على ذلك قال تعالى وَمَا يُلَقَّاهَ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا أداة هنا أداة حصر إلا وَمَا يُلَقَّاهَ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَ إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ إِلَّا مَنْ شَمَلُتْهُ رَحْمَةُ اللهِ سُبْحَانَهُ لأننا في النتيجة كما قال الله تعالى وَإِلَى اللَّهِ الْمُصِيرِ سنقف بين يدينا ماذا سنقول له انظروا إلى قارون هذا الرجل آتاه الله من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة يقول القوة يعني العصبة العصابة يعني المجموعة من الناس الأقوية يعني أربعين خمسين رجل هؤلاء عصابة أو عصبة أقوية كانوا يعجزون عن حمل مفاتيح الخزائن التي كانت لدى قارون فكم حجم هذه الخزائن يعني تصوروا القرآن عبر لنا تعبيرا لطيفا قال إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم دعوني أنا أحضر الآيات لأنني يعني وجدت أن أننا أحبتي في الله عندما نستحضر الآية أمامنا فأتصور تكون أكثر يعني أكثر ترسيخا للمعنى أكثر ترسيخا لهذه المعاني فهنا أحبتي في الله أنا سأبحث عن كلمة قارون قارون طبعا البرنامج هنا يعمل بالرسم العثماني وكلمة قارون كتبت من دون ألف وبالتالي البرنامج سيحتر لنا ولكن هي صورة القصص إن قارون كانت من قوم موسى فبغى عليهم إذن دققوا معي أحبتي في الله طبعا نحن نتأمل الآن بعض الاكتشافات التي تضع نظرية التطور في مأزق ولكن ينبغي أن نرد العلم لأصوله العلم اليوم أيها الأحبة العلم الحديث تائه تائه كل العلماء اليوم معظم العلماء ما يسمى بالعلم الحديث سايانس يعني العلم التجريبي هو كيف يقنعك بعدم وجود الله هذه هي المشكلة يعني دارون عندما وضع نظرية التطور وضعها ليقنعك كيف يمكن لهذه المخلوقات أن تنشأ بمعزل عن الخالق هكذا وبالتالي هذه النظرية مضى عليها أكثر من 170 سنة تقريبا أو 160 سنة 170 سنة هكذا منذ منتصف القرن التاسع عشر إلى الآن يعني 150 إلى 170 سنة هذه النظرية حتى الآن تتخبط كل يوم هناك اكتشافات تثبت أن هذا الكلام خاطئ لا بد أن نعترف بوجوده إذا أردنا أن نفهم الحقيقة العلمية بشكل صحيح فالعلماء اليوم أسسوا لهذه العلوم بمعزل عن الخالق فهم يتخبطون وبالتالي يكررون نفس الخطأ الذي كرره قارون وغيرهم أنه اعتبر أن العلم له هو صاحب العلم اقرأوا أيها الأحبة وتدبروا رجاء هذه الآيات سيسألنا الله عنها يوم القيامة وسيسألك أنت شخصيا لماذا لم تتدبر القرآن الله تعالى يقول لنا لي ولك أنت يقول لك أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها قلبك سيكون مقفلا إذا لم تتدبر القرآن فلذلك رجاء أن تدبر عسى أن تنتفع لحظة الموت ولحظة دخول ظلمات القبر وأن ينفعكم هذا الكلام يوم لقاء الله عز وجل فما أجمل أن نلقى الله تعالى ونحن حافظين متدبرين متفكرين في كلامه سبحانه وتعالى انظروا أيها الأحبة إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم لماذا بغى عليهم الأموال تطغي وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء تنوء بالعصبة أولي القوة يعني العصبة أولي القوة يعجزون عن حمل المفاتيح إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين سبحان الله اليوم اليوم أحبة في الله نحن نسعى للفرح والسعادة والفرح بالدنيا والقرآن يقول لنا إن الله لا يحب الفرحين طيب ماذا يعني القرآن سمح لنا أن نفرح برحمة الله لأن هذا الفرح هو الذي يبقى ليس لأن القرآن يريد أو أن الله يريد أن يحد من حريتنا أو يريد لنا التعاسة لا 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 أحبة في الله الفرح الدنيا وهو فرح مؤقت ينتهي بالتعاسة والحزن لأنك ستموت وستنتهي الأحلام والأفراح بينما الفرح برحمة الله يمتد معك طيلة حياتك حتى تلقى ملك الموت ستكبر فرحتك بلقاء ملك الموت وفرحتك بلقاء الملائكة وستكون أكثر فرحة لك في هذه الدنيا عندما ترى مقعدك من الجنة قبيل الموت في غمرات الموت وبعد أن تخرج نفسك ستجد النعيم والفرح والسرور انظروا أيها الأحبة الذين ماتوا في سبيل الله وأنا أقول دائما كل إنسان يهب نفسه لله فهو في سبيل الله إذا مات فهو في سبيل الله وهو حي يرزق عند ربي قال تعالى فرحين بما آتهم الله من فضله فرحين الله يريد لك الفرح أن يبدأ معك بعد هذه الحياة لأن هذه الحياة لا تستطيع أن تفرح بشكل دائم أو مستمر الفرح مؤقت هذا الرجل اسمه قارون فرح بالدنيا وبالتالي قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين ينبغي علينا أن نفرح في حالة واحدة عندما يرضى الله عنا نفرح أما أن يكون الله سبحانه وتعالى غاضبا عليك وأنت غارق في المعاصي فهذا الفرح محرم فالمؤمن حذر أيها الأحبة أنا متى أفرح بناء على النصوص التي أمامي في القرآن ينبغي أن أفرح عندما أعلم أن الله قد رضي عني أن أفرح عندما أعلم أن مصيري إن شاء الله سيكون إلى الجنة هذا الفرح الحقيقي أما الفرح بمتاع الدنيا هذا فرح زائل غير مطلوب منك والله سبحانه وتعالى لا يريد منك أن تفرح بشيء زائل يريد لك الفرح الأبدي الفرح الذي يدوم طويلا طيب لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ماذا قال هذا الرجل المغرور ما الذي أهلكه لو قال هذا من فضل ربي ربما يصل إلى مرتبة الأنبياء كما قال سيدنا سليمان عندما قال هذا من فضل ربي آتاه الله من الملك سخر له الشياطين والجن والطيور وحشر لسليمان جنوده من الإنس والجن والطير فهم يزعون كان الريح سخرها له عندما تتواضع لله يرفعك الله من تواضع لله رفعه الله ماذا كان رد فعل قارون انظروا أيها الأحبة قال إنما أوتيته على علم عندي دقيقوا معي جيدا أحبتي في الله قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعة يعني أكثر جمعة للعلم والمعلومات ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا انظر أيها الأحبة هنا هذه اللقطة كم تتكرر معنا اليوم نحن اليوم كم نكرر هذه اللحظة كلما رأينا شخص بسيارة فارهة نقول يا ليت لنا مثل ما أتي فلان يا ليت أن يكون عندي فيلا مثل فلان أو بيت مثل فلان أو متاع مثل فلان أو سيارة مثل فلان أو أملاك مثل فلان هذا كله محرم أيها الأحبة انتبهوا قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم هذه الجملة اليوم يكررها من العلم الحديث يتبنى هذا الرأي اليوم يعتبر الأكثر سعادة والأكثر نجاحا هو الأكثر جمعا للمال لذلك يدرسون حياة هؤلاء الأغنياء المليارديرات في العالم أصحاب المليارات ويعتبرون أن الذي يصل للمليارات هو الناجح القرآن يعتبر هذا مثالا فاشلا على ذكر يعني هذا الملياردير الذي اسمه قارون والحقيقة يعني هذا القارون لو كان موجودا اليوم لكان أغنى رجل في العالم انظروا كيف وصفه القرآن عندما قال قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم أيها هنا هنا الكلام أيها الأحبة انظروا إلى الذي آتاه الله العلم كيف ينظر إلى الأمور ويلكم انظروا هم لم يفعلوا شيء هم فقط تمنوا أن يكونوا مكانه يعني أنت عندما تسير وترى شخص أنعم الله عليه بمحلات بأملاك بكذا تقول يا ليت لي مثل ما أوتي فلان طيب فلان هذا هل علمت أنه كافر أو مؤمن أو مجرم أو أنه سيدخل النار هل علمت أنه من أصحاب الجنة لماذا تتمنى مثله وقال الذين أوتوا العلم ويلكم إذن أيها الأحبة أنا استطيع أن أقول لكم كل إنسان يتمنى أن يكون له من الرزق والمال والمتاع والزخار في الدنيا ما عند غيره أن يكون له هذا الأمر غير صحيح وسينقلب حسرة وندامة عليك لا تتمنى ذلك الشيء الذي قسمه الله عليك أو لك ارضى به وقل الحمد لله ولا تنظر إلى غيرك وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون الجنة ولا يلقاها إلا الصابرون ما الذي حدث لم يقتنعوا ما تقتنعون قوم قوم قارون الذين تمنوا مكانه ماذا حدث بعد ذلك انظر أيها الأحبة فخرج على قومه في زينته خرج في موكب سيارات مثلا بلغة العصر طائرة خاصة قصور أم لا موكب الناس العادين يتمنون هذا الأمر قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فلم تكن له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين هل رأيتم أيها الأحبة كل هذه الأملاك خلال جزء من ثانية انتهت انتهى هذا الوهم لذلك لماذا الله لا يريد لنا أن نفرح بالدنيا لأنها زائلة يريد مصلحتنا يعني أنت عندما تذهب إلى طبيب عندما يعطيك حل دائم أفضل بمليون مرة من الطبيب الذي يعطيك حل مؤقت مسكنات فقط يعطيك مسكنات هذه ستنقلب حسر عليك سيضرك أما الطبيب الذي يعطيك حل دائم هذا الذي يريد مصلحتك الله عز وجل لا يريد لنا فرحا مؤقتا بمتاع قليل من الدنيا ثم الندام والحسر لا يريد لنا الفرحة الحقيقية بلقائه عز وجل لأن لقاء الله بعده حياة أبدية لا تنتهي فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أنمن الله علينا لخسف بنا وفي قراءة لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون يا لطيف طيب الآن اقتنعتم اقتنعتم لماذا لا يريد الله لكم الفرحة المؤقتة لأنه فرحة أيام سنوات ثم خسفت به الأرض ثم دخل جهنم طيب ما فائدة الفرح لا الله تعالى يريد لك أن تصبر على البلاء يريد أن تصبر على قلة الرزق قلة الحيلة قلة ليس لديك سلطان ليس لديك من يقويك أنت ضعيف ولكن معك الله عز وجل يريدك أن تصبر أن تصبر على هذا البلاء وصبر مؤقت لتنال الفرحة الكبرى يوم لقاء الله عز وجل لو لا أنمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين لا تتصور أخي الحبيب أن هناك إنسان متكبر سيدخل الجنة لا هؤلاء المتكبرين الذين تراهم اليوم أموال وأولاد ومتاع وكذا وكذا للأسف معظمهم سيكون في جهنم لن يدخل الجنة إنسان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة إلا الضعفة والمساكين والمتواضعين لله عز وجل والذين والذين يعني تجد تجده لين متواضع بسيط هؤلاء أصحاب الجنة أنت اختر أصحاب النار كل عتل جبار متكبر هؤلاء أصحاب النار فلا تنغر في الدنيا لا تنغر بهؤلاء المتكبرين هؤلاء من أصحاب النار هم فيها خالدون لذلك قال تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجز الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون لذلك أيها الأحبة يعني أنا أقول دائما العلم ينبغي أن نرده إلى الله دائما أي اكتشاف علمي ينبغي أن نقول الحمد لله الذي سمح لنا أن نكتشف هذا الاكتشاف لنزداد إيمانا بالله لنزداد يقينا بالله ونزداد ثقة بكلام الله عز وجل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر